ينحسيه في إنسان هكذا هو المشهد في محافظة النجف رغم الحزن على كوكبة شهداء الحرية والكرامة تستمر الاعتصامات بتضامن كبير بين الأهالي وإصرار متزايد على سلمية التظاهرات حتى إسقاط نظام الأحزاب وتحقيق التغيير الشامل لفيف من شيوخ العشائر ووجهاء النجف وطلبة الجامعات انضموا إلى اعتصامات ثورة تشرين في رسالة للسياسيين مفادها لا تراهنوا على الوقت فنحن مصرون على استعادة وطننا يقول المتظاهرون نريد وطن لا نريد غير الوطن هذه أبسط مطالبنا وأبسط حقوقنا التي نسعى إليها مستمرين إن شاء الله دعما لكل التظاهرات التي تحدث في كل أنحاء العراق ذو شهداء متزرة النجف كانوا حاضرين أيضا في فعالية شبابية تكريما للشهداء حيث أكد والد أحد الشهداء أن ابنه استشهد بنيران ميليشيات الأحزاب نسبة ابني الشهيد محمد رياض مجبل قليب الظواهري الحربي قتل يوم 28 داعش في انتفاضة الشعب ضد الفاسدين وهو موظف ما محتاجين نحن بالنسبة ما محتاجين موظف بس راح ينقل الجرحة واستهدف القناص من فوق القبة الحكيم لا حكم لهم في العراق بعد اليوم هي رسالة أحد وجهاء النجف إلى أحزاب العملية السياسية شبابنا راح يحققون هدفهم وان شاء الله ينتصرون على ذوال الظلام وذوال الظلام بعد انتهوا ما يعني قضية ترجعون للحكم ما حكم وهي ما مستحيل تصير بوجوه هاي الشباب اللي يضاحت في دماءها وطن مختطف وسيادة مفقودة في ظل حكم الأحزاب السياسية يعلق والد أحد المتظاهرين على سنوات حكم عجاف لم تحقق للعراقيين شيئا احنا نريد وطن يا أخي نريد وطن وطن بكرامة إنه الشبابنا الشبابنا تعف عمره 24 سنة ما يعرفه شي يسوي يتخرج ويخلص كلية يتعب عليه أبوه 16 سنة يوصل إلى مركز تالي يبيع طماطل ويشتغل عماله هذا الوطن أما الشباب المعتصم في ساحات النجف فيبدو بأنهم يعرفون جيدا من يقف وراء قتل المتظاهرين السلميين في المحافظة من يقتل المتظاهرين هي ميليشيات مسلحة أو من يقف وراء الجهات السياسية الجهات السياسية أو من يقف وراءهم هم اللي جاي كتلون وإحنا شاهدنا بأم عيون وعدنا تصاير وعدنا فيك ونعرف منهم اللي يكتلونه وخصوصا بالنجف القصاص من قتلة المتظاهرين وإزاحة الأحزاب الفاسدة عن المشهد السياسي واستعادة وطن اسمه العراق هو ما يضعه المتظاهرون نصب أعينهم ليس في النجف فقط إنما في معظم مدن البلاد المنتفضة نحسي بإنسان